السلام عليكم معكم السيد صافر سليم طالب جامعي بجميع الجزائر الثلاثة وأحد مؤسسي صفحة القناة أثاث الثيقات أثاث الثيقات جاءت لأطفاء المسا استثنائية في الذكور المنزلي على مختلف الأثباقي والأسعار نفضل نسموها تحديات وليس صعوبات لأنه لما تكون في البداية ولا تكون في البداية تاك يعني أكيد رح تمر على صعوبات ولا حتى في المرحلة العملية تاك ولا أي مرحلة في حياتك رح تمر على صعوبات نسموهم تحديات لأنه لو لا هذا التحديات معرفنا أخطأنا معرفنا نتقدم في مجالنا والحمد لله عملية البيع والشيء قاعدنا سهلة جدا يعني لما تدخل الصفحات ولا تجي عدنا للمحل تشوف أي منتوج عجبك تدير عليه طلبية لما تكون في المحل تدير عليه طلبية يعني تخلص أو تحب تعربا مثلاً بعدين لما لحقوا لك السلاء للمنزل تاك تكمل تخلص ولا لما تشوف البرودويت أو المنتوج في الصفحة أو في الفيسبوك أو في الانستغرام ولا حتى في البوتيك اللي نفتحينها يعني تدير طلبية عبر الهاتف وعبر هذه المواقع التواصل الاجتماعي بعدين نحن نتصلوا عليك نأكدوا معك الطلبية نشحنوا لك الطلبية نجيبوها لك حتى العين المكان وتخلص في دارك وتخلص في دارك والسعر تاع النقل مجاني لما نديرو لك النقل النقل حيكون مجاني من العداد ثم عندما ندير طلبية ونوصلها لك لدارك رح نوصلها لك مجاناً تخلص غير سعر تاع البرودويت مسيرة أثاثي قا حافلة بالإنجازات كلنا الفضل لحن الأوائل والحمد لله أنه ادخلنا مجال الأثاث لليوتيوب وهذا شرف كبير لنا كذلك احنا الأوائل يتحصلنا على الدعاء الفضي من قبل اليوتيوب في مجال الأثاث كذلك ادخلنا تقنية البث المباشر عبر اليوتيوب وكذلك عبر الفيسبوك عدنا إنجازات أخرى مثلاً احنا الأوائل كنا نمد هدايا للمتابعين أو فيئة تعنا في مجال الأثاث كذلك نحن الأوائل ادخلنا النقل المجاني عبر كامل ربوع الوطن الحمد لله ما زلنا نزيده نتقدمه أكثر فأكثر ما زلنا نزيده نواصله نزيده نمده وش عدنا الحمد لله أثاثقة هي ليست مجرد محل فقط بلكن الناس تشوف أنه أثاثقة ومحل لا خطأ أثاثقة هي مؤسسة يعني كما تبيعه تشري يعني كما تسوق للمنتوجات تحى كذلك يجوعدنا عمال هنا للمحل يتأطروا يتعلموا يتفقه في مجال الأثاث وبعدين يقول لهما يحوسوا يفتحوا وديروا مشاريع في مجال الأثاث يعني يحب مثلا يفتح صفحة ولا يحب حتى أنه نفسك وهذه صرات خوتنا أنه كين عمال خدموا معنا هنا تعلموا من عندنا وفتحوا صفحات اللي ربما حبوا ينفسونا في مجال الأثاث والحمد لله يعني هذا الأمر يشرفنا كثير أكيد نحن دائما نقوله ونعوده أنه محل أثاثقة متواجد واحد هنا في مدينة القليعة في ولاية تيبازا عندنا نقطة تبيعه واحدة هنا في مدينة القليعة تحديدا في حي كركوبا بجوار مخبر تحليل الدم أما فيما يخص الصفحات المقلدة أنا نقدر نقول لك هذا أمر إيجابي وأمر سلبي في نفس الوقت تتقول لي ليش؟ ولك أمر إيجابي أنه كين الناس رهي تقتدي بينا مدام وصلنا أنه ولينا القدوة تاع أشخاص ولا قدوة تاع صفحات ولا حتى أنه ناس يتأثر بينا هنا نعرف أنه وصلنا ربما من ربع ونرى نحب أن نوصل وما زالت طريقة طويلة وما زالت إنجازاتنا إن شاء الله تزيد تزدهر مع مرور الزمن أمر سلبي أنه كين الناس هذه الصفحات المقلدة رهي تبيع للناس من توجات غير أصلية على أساس أنها أصلية وأنه هذا أمر سلبي وأمر ينافي الشرع تماماً وفي الأخير حبيت نضيف نقطة فقط أنه آثاثيقة تعمى ميدان فقط نحن لسنا تعمى واقع نحن نبرز أنفسنا في الميدان نحن فقط في مجال الأثاث أكثر ولا غير وحبيت نقول أنه سوكوتنا صمتنا هو لأثر على هذه الصفحات المقلدة وأخيراً حبيت نشكر كامل طاقم أثاثيقة من الحارس حتى للمسؤول أول رانا على قدم وساق باش نوفرولكم باش كجونتوما تلقا وراحتكم هنا في محل أثاثيقة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر